روسيا تشن هجمات إلكترونية ضد أوكرانيا عنوان تقرير صدر عن شركة مايكروسوفت تكشف من خلاله عن سلسلة هجمات بدأت تحضير لها منذ مارس 2021 أي قبل نحو عام من إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا مايكروسوفت تحدثت عن مئات الهجمات ضد مؤسسات أوكرانية نفذتها مجموعة من القراصن الإلكترونيين المتحالفين مع الحكومة الروسية معتبرة أن موسكو توفق في حربها بين الهجمات الإلكترونية والعسكرية في آن واحد شركة التكنولوجيا العملاقة رصدت وحددت قبل بدء العملية العسكرية مباشرة ستا جهات مختلفة متحالفة مع روسيا تشن أكثر من 237 عملية ضد أوكرانيا تقرير مايكروسوفت أورد أن قراصنة روسا اخترق مؤسسة إعلامية رئيسية يوم أعلن الجيش الروسي عن نيته تدمير أهداف أوكرانية نرشطة على مستوى الأخبار المضللة وقام بتوجيه ضربة صاروخية ضد برج تابع لمحطة تلفزيونية في كييف مايكروسوفت قالت إنها نجحت في تعقب 40 هجوما إلكترونيا في حين استهدفت مئات الأنظمة وركز ثلثها على المنظمات الحكومية الأوكرانية في حين استهدفت 40% من البنية التحتية الحيوية تكنولوجيا يتم وصف هذه العمليات بهجمات المساحات التي تهدف إلى حثف البيانات الحيوية في أنظمة الكمبيوتر المخترقة مايكروسوفت رجحت احتمال أن تكون الهجمات التي تم رصدها وتعقبها حتى الآن ليست سوى جزء بسيط من النشاط الذي يستهدف أوكرانيا